كثير من المنشدين أو اللي يستعملون الصوت عندهم جهد واضح في موضوع الإمام وقراءة القرآن وكثير جداً بل إنه المميزين منهم اللي يكون درس علوم القرآن علوم التجويد حافظوا القرآن كيف أثر هذا على أدائك؟ الحمد لله قراءة القرآن أي إنسان سبحان الله أو أي إنسان يقرأ القرآن تلقى عنده طلاقة باللسان سبحان الله القرآن يطلق اللسان ويعطي يعني يعطي وخاصة التجويد يعطيك وضوح ونقاوة مخارج الصوت يعني أنا درست في مدرسة تحفيظ القرآن من أول ابتدائي إلى ثلاث ثانوية والحمد لله ما شاء الله فكانت تجويد معنا ماشي من تقريباً خامس أو سادس ابتدائي في التجويد كانوا يضغطون علينا المدرسين موضوع يعني أذكر إلى الآن مدرس من المدرسين إذا سمعت عنده يقول لي عمر سكر خشمك طول ما أنا سمع يقول سكر خشمك فأجي عنده أقعد وأسكر خشمي وأسمع جميل قلت له ليش؟ قال أنت عندك خروج الصوت كله من الخشم أو يعني تقريباً ستين أو ستين وهذه مشكلة يعني مشكلة حتى في الحروف الغنى فكان سبحان الله قراءة القرآن زي التهذيب لصوتي يا سلام وأي إنسان سبحان الله تلقاه يقرأ القرآن إلا تلقى صوته سبحان الله نقي ندي عنده مخارج الحروف واضحة عنده طلاقة في اللسان عنده سبحان الله حتى لما يأدي أو يقرأ القرآن تلقى الفتحة والكسرة تطلع بوضوح في ميزة ثانية أنه قارئ القرآن غالباً مرتجل يعني ما يعتمد على لحن ثابت سيد من شات النشيد خلاص أنا حفظت اللحن حفظت الرتم حفظت الأداء الطبقة القرآن مختلف تماماً يحتاج مخزون نغمي كبير يحتاج أداء محترف متمكن من الانتقال من منطقة لمنطقة محافظة على طبقته محافظة على نغمه بشكل كامل وهذا كلام حتى كثير من علماء القرآن حتى الترتيل كيف معنى الترتيل كأهل اللغة يقولون الرتل هو الشيء المرتب يعني الرتل الأسنان يعني مرتب الأسنان الترتيل هو شيء يعني فيه من الترتيب الزمني والنغمي شيء كبير فإيش كان تأثير هذا على مخزونك النغمي وكيف يعني كثير من الناس إذا بدأ يقرأ إما أنه يروح في مجال القراءة الواحدة ثابتة والمعروفة وهذا كثير من الأئمة يعني اللي ما عنده مخزون نغمي تلاقيه مستمر فيها ونشوف هذا كثير من أئمة المعروفين وإما أنه لا والله إنسان متشبع نغميا فتلاقيه كل مرة يعني له قراءة مختلفة سبحان الله شوف القرآن كم قارئ الحين تلقاه يقرأ القرآن بمقامات مختلفة بس يعني نادرة ما تلقاههم متشابهين أو تلقى قارئ أو ثلاث قراء يقرأون بنفس المقام للقرآن لكن تلقاه ما هم متشابهين سبحان الله القرآن مهما تقرأ يختلف سبحان الله رتمع الأنشيد فالواحد إذا يغذي يسمعه إذا يملى مخزونه النغمي يسمع كثير لا يركز على قارئ محدد أو على مثلا منشد محدد لا يسمع هنا يسمع هنا يسمع هنا يعني أنا اكتشفت قبل فترة حتى وأنا أقلب في اليوتيوب فيه منشدين من الهند أبد ومنشد ويجيب ألحان يعني ألحان من بيئتهم ألحان هندية فلما تسمع هنا تسمع هنا تسمع هنا تمتلي عندك الذاكرة النغمية لما حتى أنت تبدأ تقرأ أو تبدأ يكون عندك تقدر تبدأ تقرأ بهالمقام هذا أو بالمقام هذا أو بالمقام هذا بسبب كثر سماعك للشيء وبعد ما هو بس سماع فقط سماع وآداء أنك تقلد أو تأدي على نفس الشيء اللي قاعد تسمع لأنه سبحان الله الشيء لما تأدي يثبت لكن لما تسمعه خلاص الذاكرة تنساه سبحان الله فلما تأدي يرسخ عندك ويثبت ترجمة نانسي قنقر